بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة إن شاء الله إحنا خلصنا شرح المنهج بتاعنا كله الترمي الأول وهنبدأ مع بعض المراجعات أنا حبيت في المراجعات بتاعتنا لتالت اعدادي إن أنا أعمل تقريبا يعني ريفيجن مراجعة عامة على الكتاب كله على المنهج كله يعني هنمسك كده كإني بمسكين وحدة وحدة ونبدأ نعمل مراجعة على أنواع الأسئلة المختلفة في كل وحدة من الوحدات يعني إن شاء الله النهاردة كده لو جينا أخدنا السؤال الأولاني وهو أكتب المصطلح العلمي هبدأ أقول تقريبا كل التعريفات اللي موجودة عندنا في الترمي الأول هنبدأ نرجحها مع بعض النهاردة على شكل سؤال أكتب المصطلح العلمي طيب نموذج الامتحان بيبقى إزاي؟ ده طبعا فيه الحلقة اللي جاية إن شاء الله للمراجعة هنبدأ ندي شكل ليه الامتحان بيبقى شكله إزاي؟ كام سؤال معانا؟ أنواع الأسئلة اللي موجودة وطبعا إحنا عارفين كلنا الأسئلة بتاعت العلوم وكلنا اتعودنا عليها ودربنا عليها بالسنين اللي فاتت سواء كان أكتب المصطلح العلمي أو سؤال علل أو ماذا يحدث إذا وقلنا جملة معينة مثلا طبعا عندي قوانين فبالتالي هيبقى فيه مسألة عندي حالات المريات وحالات العدسات فيها رسومات فطبيعي إن في الامتحان عندي يجيلي مسألة رسم وابدأ أرسم وإحنا طبعا اشتغلنا معاكم الحالات كلها سواء كانت للعدسات أو المرايا ودربناكم وورناكم إزاي إحنا بنرسم وإزاي بنحط العدسة أو بنحط المرآة والخطوط الأصلية الموجودة والأشعة وإنعكسات كمان عندنا أسئلة علل ودي طبعا ذكر السبب ودي برضو إحنا شغالين في الحلقات قلناها معاكم زي ما قلت نموذج الامتحان إن شاء الله هيبقى في الحلقات اللي جاي اللي هو شكل الكامل لكن أنا نهارة إن شاء الله هعمل معاكم مراجعة كاملة على المنهج بتاعنا وهبدأ زي ما قلتلكم بالتعريفات تعالوا مع بعض نشوف كده أسئلة التعريفات اللي موجودة في شكل أكتب المصطلح العلمي أكتب المصطلح العلمي وهبدأ بيه زي ما قلت كده بالترتيب من الوحدات الأربعة من الأول إلى الوحدة الأولى الوحدة الرابعة وهبدأ فيها بالأسئلة زي ما قلت على حسب الوحدات فهبدأ هنا بيقول لي تغيير موضع الجسم بمرور الزمن اتكلمنا وقلنا من أحد التعريفات اللي موجودة عندنا هو تغير موضع جسم بالنسبة للزمن يا ترى إجابة السؤال هنا هتكون إيه؟ فعلا هي الحركة وفكركم أن احنا أخدنا أبسط أنواع الحركة وهي الحركة في اتجاه واحد واللي هي الحركة في خط مستقيم طيب السؤال التاني بيقول لي أبسط أنواع الحركة في اتجاه واحد وده النوع اللي احنا تانينا وقلناه معاكم في الوحدة الأولى اللي كانت بتتكلم على السرعة بالزبط كده هي الحركة في خط مستقيم الطلبة اللي معانا يعني أنا عايزة أقول الأسئلة دي أسئلة واقعية من امتحانات كتير قبل كده اتقررت وده بس أنا مش عايزة أقول إحنا بندي نموذج لأسئلة امتحان علشان هي دي اللي تأكد عليها ولكن يعني زي احنا بنقول هي من أشهر الأسئلة اللي انتو تبقوا حرسين على أن انتو إن شاء الله تاخدوها المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن يا طرق ايه التعريف اللي جالي في الوحدة الأولى بيقول لي أن المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن هي مين تمام برافو عليك وهي السرعة طبعا أنا يعني كل الناس اللي بتتفرج أنا عارفة أكيد أن انت لما بتشوف السؤال بتبدأ تلحق وتشغل زهنك وتبدأ تقول إيه هي الإجابات اللي موجودة في زهنك طيب السرعة التي يتحرج بها الجسم طيب ايه نوع السرعة اللي هيتحرج بها الجسم هنا قال لي علشان يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية لو تفتكروا احنا تكلمنا عن السرعة وقلنا إن السرعة فيها أنواع افتكر بقى أنا نوع من أنواع السرعة اللي هيجاوب لي على السؤال ده تمام هو السرعة المنتظمة واتفعنا السرعة المنتظمة يعني الجسم بيتحرك مثلا بسرعة مئة كيلو يبقى إذن كل مئة كيلو هيقطعهم في إيه في ساعة أو في ستين دقيقة زي ما قلنا طيب هو في نوع تاني من السرعة تعال نشوف فبيقول لي هنا كده السرعة التي يتحرك بها الجسم فيقطع مسافات متساوية ولكن في أزمنة غير متساوية ألا أنت المرة الفات قلت كل مئة كيلو في ساعة طيب هنا بقى مرة مئة كيلو في ساعة مرة تمانين في ساعة مرة سبعين كيلو متر في الساعة يعني إذن هنا المسافات غير إيه غير متساوية أول أن المسافات متساوية كل مئة كيلو بيقطعهم الجسم مرة في ساعة مرة في ساعة وربع مرة في ساعة ونصف مرة في ساعة إلا ربع على حسب الإيه الأزمنة المتغيرة بالضبط كده هرجع وأقول ده تعريف السرعة غير المنتظمة تمام كده أولاد طيب المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقصومة على الزمن الكل إحنا خدنا أصلا السرعة بتساوي إيه؟ بتساوي المسافة على الزمن وياريت نراجع وحدات القياس ونخلي بالنا منها لما تجيلي وخاصة في المسائل المسائل كلها يا أولاد يعني زي ما بنقول كده تعويض مباشر مفيش مسألة هتيجي ملفوفة أو كده مفيش تكات بتسيجي غير في التحويلات بتاع وحدة القياس يجيب لي المسافة بالكيلو متر ويطلب منك السرعة بالمتر على الثانية فدايما وانت بتقرأ على مهلك وإقرأ السؤال للآخر ويعرف عندك وحدات القياس إيه المستخدمة يا طرأ إيه هي تمام؟ فهنا بيقول لي أنا عندي مسافة كلية على زمن كل مقصوما على زمن كل لقطع هذه المسافة نفكر شوية كده طيب نشوف إيه قالي السرعة المتوسطة ولو تفتكروا إحنا قلنا لو الجسم مشي عدة مسافات وكل مسافة بيتحركها الجسم ليها زمن أو تايم قلتلك تعالي عشان نجيب السرعة المتوسطة اللي هي السرعة لو الجسم مرة مشي بمئة كيلو في الساعة رجع تاني مشي بتمانين على حسب ظروف الطريق زي ما احنا قلنا لإني السرعة داخل الطرق بتبقى صعب شوية نهاية تبقى سرعة منتظم أن يتحرك بها الجسم لإني قلت عندي ظروف في زحمة في مطباط في إشارات في ده فدايما السرعة بتبقى عندي متغيرة طيب اللي سافر من القاهرة الإسكندرية وكانت سرعاته مختلفة قال لي طيب أنا عايز أجيب تقريبا السرعة اللي ميشي بيها الجسم ده قد إيه علشان يقطع هذه المسافة فقال لي تعالى شوف السرعات اللي ميشي بيها وشوف المسافات اللي قطحها كلها على الطايم كله اللي أخده أو الزمن كلي فإقسم المسافة على الزمن تبقى هي دي السرعة المتوسطة هذه مجموعة أسئلة يا أولاد شوفناها على الوحدة الأولى والسرعة طيب نستكمل مع بعض كده تاني بقية الأسئلة أكتب برضو المصطلح العلمي وزي ما أنتو شايفين يا إما قانون يا إما تعريف من التعريفات اللي احنا أخدناها بالفعل في الدرس بتاعنا بتقدر تسترجع المفهوم وخلي بالك المصطلح العلمي بيفدني كمان في حاجة تانية في الأسئلة اللي هي أكمل اللي هي الكمبيت بتاعك لما يجي يقول لو أنا حطيت الديفينيشن ده أو التعريف ده زي ما هو كده وروح تنتشائل من نص كلمة يبقى إذن هنا كأن سؤال المصطلح العلمي بيفدني في حاجتين سؤال التعريفات تمام؟ أو ماذا نعني بكلمة كذا مثلا وكمان سؤال أكمل يبقى إحنا هنا كأنك كده بتذاكر ثلاث أنواع من الأسئلة يجب أن أنت تكون عارف طريقة حلهم وإزاي بتمشي في الإجابة عليهم طيب استكمال تاني على السرعة ولسه بيتكلم على السرعة وبيقول السرعة المنتظمة لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن طبعا هي السرعة المتوسطة يبقى كان فيه تعريف أولاني لسرعة المتوسطة اللي هي المسافة الكلية ده القانون بتاعها يا أولاد لو جالي مسألة وقال أن عداء قطع المسافة الأولى في زمن قدره كذا وبعدين هو رجع مثلا رجع بعجلة أو رجع مثلا راكب عربية فقطع المسافة دي في زمن قدره كذا يا ترى إيه هي السرعة المتوسطة اللي بيمشي بيها هذا الجسم أو الشخص أو العداء فقلت له إيه عندي قانون يقول لي تعالى احسب السرعة المتوسطة فيقول إيه السرعة المتوسطة بيقول إن عين بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكل طب كتعريف بقى مش قانون أهي السرعة المنتظمة اللي لو تحرك بيها الجسم كان قطع نفس المسافة اللي هي وليكن خمسين كيلو متر مثلا في نفس الزمن اللي هو وليكن مثلا نص ساعة أو تلسين دقيقة تمام يا أولادي يبقى هنا السرعة المتوسطة جابها لك مرة بالقانون ومرة بالتعريف بتاعها سرعة جسمه متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك وخليكم فاكرين إحنا اتكلمنا عن ثلاث حالات لمين للمراقب بالنسبة لسيارة واحد مراقب ثابت بيشوف عربية متحركة ويحسبها وقلنا مثال ده اللي هو الرادار اللي بيبقى على طرق السريعة اللي بيقيس سرعتك وانت متحرك علشان يشوف هي بتتناسب ليه قوانين الحركة في هذا الطريق ولا لا أو السرعة في هذا الطريق ولا لا تاني حاجة انت والمراقب بتتحركه انت راكب سيارة والمراقب بالنسبة لك كمان بتحرك بيه متحرك وبنجيب السرعة بتاعتك بالنسبة للمراقب ولكن هنا قلنا لازم المراقب بتاعي اشوف اتجاهه يا ترى هو بيسير في نفس الاتجاه اللي انا ماشي فيه اللي هيرائب فيه سرعيتي او هيلاحظ سرعيتي او هيحسب سرعيتي تمام ولا هيبقى بيتحرك في اتجاه مضاد للحركة بتاعتي فهنا بيقول لي سرعة جسم متحرك بالنسبة للمراقب ثابت او متحرك هقوله دي السرعة النسبية سرعتك بالنسبة لي انا انا هعتبر لنفسي انا المراقب فيبقى سرعتك بالنسبة لي اسمها السرعة النسبية طيب وقلت عندي الحالات وان شاء الله هنتعرض لي الحالات باسئلة علشان تفتكر طيب نتنقل نقطة تانية في درس تاني في الوحدة الاولى وهو التغير في سرعة الجسم المتحرك في الثانية الواحد ايوة انا شايف ناس بسرعة قالت ادم فيه تغير وكلمة التغير في السرعة يعني الجسم مش مسبت سرعته وبيتحرك بسرعة متغيرة مع تغيره الزمن فيقوله ايوة هي بالضبط العجلة التي يتحرك بيها الجسم تمام انا شايف ناس كده مسحصحة هي ودو وهشوف مشاركاتكو طبعا على الفيس وعلى اليوتيوب في المراجعات ان شاء الله واللي عنده زي ما احنا قلنا اي اسئلة يبعتها العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية هو انت مش قلت التغير في السرعة هو العجلة هل العجلة دي في منها بيزيد وفي منها بيقال ايوة طبعا مش انا قلت لو انت ماشي او بادئ حركتك من البداية انا العربية بتاعتي كتوقفة وبدأت اتحرك واسير في الطريق بتاعي فبالتالي بتزداد سرعتي يبقى ايزا انه بدأ التغير في السرعة العربية كتناشة في سرعة عشرة بقيت عشرين بقيت تلاتين بقيت اربعين واحد كذا يبقى ايزا في الحالة دي هقول ان التغير هنا التغير بالايه ايوة التغير بالزيادة يبقى في الحالة دي هقول ان العجلة التي يتحرك بها الجسم هي عجلة تزايدة طيب تعالى بقى انت ماشي بسرعة تمام وجاي قدامك اشارة او زحمة هتبدأ تعمل ايه بالزبط هبدأ ادوس ادوس فرامل فتبدأ سرعتي تقل في حالة التغير كانت مئة كيلو بقت سبعين بقت ستين بدأ تهدي اقوي فهنا اقول هنا في تنازل في عدد العداد بتاع السرعة فيبقى هنا اقول تناقص ايه طيب السؤال هنا مطلوب مني يقول لي العجلة يتحرك بها الجسم لما بتزداد سرعته يبقى هقول له العجلة المنتظمة الموجبة وهي بالزبط بتساوي العجلة التزايدية او ان يقول ان الجسم يتحرك بعجلة تزايدية معنى تزايدية يعني ايه معنى ان اولا في المسائل بتاعتي القانون هتبقى الاجابة بالبوزيتف مش بالنيجاتف هتبقى بالموجب مش بالسالب رقم اتنين هيبقى عندي هنا مقدار التغير ها يزداد تمام كان 80 بقى 90 بقى 100 وهكذا طبعا وخلي بالكوا التغير قد ايه ايوه بالزبط عين 2 ناقص عين 1 تعالوا نشوف الكمية الفيزيائية وده برضو من احد دروسنا اللي موجودة في الوحدة الاولى تمام فبيقول الكمية الفيزيائية التي لها مقدار وليس لها وليس لها اتجاه هو انا عايز اقول ان هي لما يجي انا احسبها او اقدر هذه الكمية الفيزيائية مش محتاج ان انا اقول اتجاه زي ما ايجي اقولك دلوقتي الساعة كام والله يتقولي دلوقتي الساعة 6 مش هتقولي 6 شمالا ولا 6 جنوبا لا مش محتاج انا محتاج ان انا اعرف الوقت دلوقتي قد ايه فبالتالي يطلق عليها الكميات الفيزيائية بإذا ايه هي الكمية القياسية هي الكمية الفيزيائية التي يحتاج لتقدرها زي ما قلت بس مقدرها وليس اتجاه يبقى هنا التعريف بتاع الكمية القياسية زي ما نرى كل نقطة من النقاط بتفسر لي الدرس او بتديني جزء من الدرس وكأننا بنعمل مراجعة كاملة ليه علشان ولادنا الترم طبعا كان الوقت كان قليل فيه وجرينا بسرعة وخلصنا المنهج سريعا فدلوقتي احنا الحمد لله معنا وقت نراجع ونزود بقى المفاهيم زي ما قلنا كده اللي بتبني دلوقتي انت محتاجه في حياتك واتطبقها صح في العلوم زي ما احنا قلنا وكمان في السنوات القادمة لان مادة العلوم ياولاد زي ما قلنا مادة تراكمية هي معلومات بتتبني على بعضها مش هذا طيب سؤال تاني بيقولي الكمية الفيزيئية التي يلزم لتحددها معرفة مقدرها واتجاه لتنمع بعض في الحالة دي احنا كنا تكلمنا عن بعض الكميات المتجهة متجهة وقلت ان هي تعريفها هنا دي هي الكمية المتجهة وقلت ان الكمية المتجهة دي لازم لازم علشان اقسها يكون عندي حاجتين مقدرها ققيمة رقم اتنين اتجاهها والاتجاه قلت ان هو بحتاجه طبعا لتأثير القوة الاخرى على الجسم المتحرك فاكرين قصة الطيار ولا نسيتوها طيار اللي بيبقى ماشي مع الاتجاه وطالع لرحلة وطيار اللي ماشي عكس الاتجاه كل واحد فيهم بيحسبها ازاي بس كده طيب مقدار الازاحة في الثانية الوحدة الله ده انت هنا جبتيني مثال على الكمية المتجهة ايوه احنا كده جبنا مثال كمان على الكمية المتجهة الكميات القياسية زي ما قلت الطايم او الساعة الوقت الكتلة مثلا طولق قد ايه كل دي كميات ايه بحتاج لي بس هتقول لي هتقول لي 160 سنتي ولا هتقول لي شمالا ولا جنوبا بس بيكتفي بتقدرها هو مقدارها فقط طيب هنا بيقول لي مقدار الازاحة ولو تفتكروا احنا قلنا ايه عندي الازاحة والمسافة ولكن هنا بتختلف الازاحة عن المسافة اني الازاحة لازم يتحدد ليها اتجاه فلما يقول لي هنا كده مقدار الازاحة في الثانية الوحدة يبقى اذا هنا انت بتقسم الازاحة على الزمن يبقى رجعت القانون من السرعة المتجهة طب ايه الفرق ما بين السرعة المتجهة والسرعة القياسية وانا ان شاء الله اعملالكو برضو في المراجعات بتاعتنا جداول للمقارنات يعني المقارنة ما بين الكمية الفيزياء والقمية المتجهة ما بين الازاحة والمسافة كل الحاجات دي ان شاء الله عاملينها وهنشوفها مع بعض وهتعملوا مراجعات لها كويسة قوي تمام فهنا لما يتكلم على الازاحة بالنسبة للزمن مش كده يبقى هنا هقول له اه انت بتتكلم على السرعة بس انا السرعة السرعة المتجهة لاني لو بتتكلم على السرعة القياسية كنت قلت له المسافة بالنسبة للايه للزمن ما قلت لهش للازاحة تمام يا ولاد كل دي اسئلة للوحدة الاولى زي ما احنا شفنا تقريبا كل النقاط الاساسية اللي موجودة والتعريفات اللي موجودة في يونت وان او في الوحدة الاولى اللي بتتكلم على السرعة في اتجاه واحد غطناها في الكام سؤال اللي احنا قلناهم في الجزء اللي فات ده تمام طي تعالوا مع بعض بقى نشوف مصطلح العلمي بس للوحدة التانية تمام طي تعالوا نشوف كده ده على البرد ونتكلم فيه مع بعض والنقش بشكل اكبر زي ما قلنا رجعنا الوحدة الاولى بمجموعة من التعريفات اللي تقريبا ضمت كل حاجة موجودة في الوحدة الاولى تعالوا نشوف بعض الاسئلة اللي موجودة في الوحدة التانية ولو تفتكروا احنا كنا كلمنا عن الضوء وانعكاس الضوء في المرايا وانعكاس الضوء وانكسار الضوء كمان في العدسات وتناولناهم بحلط طيب هنعمل ايه هنا انا كمان هنا ضم مجموعة من الاسئلة برضو مستمرة لسه فيه اكتب المصطلح العلمي اللي انا قلت ان السؤال ده بيفيدني في اكتر من مكان سواء كان في سؤال اكمل او في سؤال المفاهيم قولي المفهوم اللي عندي ده بيدل على ايه تعالوا نشوف كده مع بعض اول سؤال بيقول ارتداد الشعاع الضوءي الساقط في نفس الوسط عندما يقابل سطح عكس عندي شعاع ضوءي سقط ولما سقط ارتد تاني امتى حصل الارتداد قال لي لما قابل سطح عكس سطح عكس يبقى ازان زي المراية مش كده طيب في الحالة دي هقوله ده ايه هقول ان ده اسمه انعكاس الضوء يبقى لو جيه قال لي وطلب مني تعريف انعكاس الضوء اقول له لو جيه قال نقط في الاول مثلا هنا شال وقال لي اكمل وحط نقط كده على السؤال وبدأ يقول ارتداد شو راي هقوله برضو انعكاس الضوء يبقى كأني هنا بتكلم في سؤال واحد ولكن ممكن يستخدم لتلات انواع من الاسئلة في الامتحان لو ما جايش بالشكل ده يجي بالشكل ده طيب زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس انا عايزة بقى حد يفكرني ويقول لي ها ده ايه كده هو مش انعكاس الضوء ده اتكلمنا عنه وقلنا ليه قوانين ادي يا سيدي اول قانون عندي وهو قانون الانعكاس الاول صح مش انحنا ما تكلمنا اتضوء وقلنا اتضوء هيسقط على سطح عاكس وبالتالي هينعكس طيب علماءنا توصلوا لايه قالوا القوانين بتاعت الانعكاس على اساسها اللي بنين الاجهزة الضخمة جدا ها منها الكاميرات والعدسات والكشفات والمرايات والحاجات دي كلها اللي احنا شغالين بيها وبين موجودة في كل مكان في حياتنا مش كده ولا ايه طيب نيجي لسؤال التاني بيقول الشعاع الضوئي استاقط وشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس للمرقاة تقع جميعا في مستوى واحد على السطح العكس محتاجين اقول تعريفات لهذه الأشعة يعني الشعاع الساقط يبقى الضوئي اللي ساقط وكل تصورك وانت بتقرأ هذا السؤال ان انت عندك المرقاة هي السطح العكس وبتبدأ الأشعة تسقط على طول ييجي في ذهنك الرسمة بتاعت ارتداد او انعكاس الضوء اللي حطينا فيها القانونين ادي القانون الاول واأي القانون التاني بالضبط كده اجابتكم صحيحة هي القانون التاني للانعكاس يبقى اذا هنا لما حطينا انعكاس الضوء واتكلمنا عنه قلت انا عندي قانونين من اساسهم ومعرفة الخصائص بتاعت الضوء سابقا عملنا الاجهزة وطبقناها في حياتنا لان احنا قلنا مش هدفي في العلوم وانا بدرسولك ان انت تدرس ايه اللي العلماء اكتشفوه فقط لا انا عايزة اقول الاكتشافات والابحاث وصلتني لايه اللي بدأت اطبقه واستفيد منه في حياتنا علشان انت كمان تبدأ تفكر علشان تبني ما هو جديد وما هو قادم من تقدم تكنولوجي زي ما احنا شايفين العالم كله بياس عليه طيب المرايا التي تكون سطحها العاكس جزء من كرة احنا اتفقنا ان السطح العاكس زي المرآة وقلت عندي نوعين من المرايا عندي المرآة المستوية وعندي كمان المرآة ايوه بالضبط اللي هو جايب لي التعريف بتاعها هنا هي المرآة الكرية اه 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 شايفة ولادنا ها اسئلة حلوة واسئلة بسيطة وتعريفات بتعمل مراجعة لكل المفاهيم اللي انت اخدتها والاساسية عندك تمام طيب الشعاع الذي يرتد عن السطح العاكس الله ده فيه شعاع ضوء يجيه ونزل على المراية وبعد كده ارتد يا عم ارتدت انت رايح فين قال لي الله مش من الاول قلتيلي ان ارتداد الشعاع معناها ان عكاس الضوء يبقى بالتالي هنا لما جي للتعريف ده هقوله ايه ايوه بالضبط هو الشعاع المنعكس زي ما احنا شايفين تمام يا ولاد الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط تمام من نقطة الايه السقوط على السطح العكس ده انت حطتي الرسمة وحطتيلي كل الاسئلة دي على الرسمة البسيطة اللي انا خدتها في الكتاب ايوه هي دي ممكن من خلال الرسمة اللي قدامك اللي هو مجرد ان سطح المرآة وشعاع ساقط وشعاع منعكس تمام يسقط على السطح المرآة يبقى انت هنا ايه حطيتلي كل اه حطتلك كل الاسئلة دي وكل التعريفات دي لان كل التعريفات اللي كتبت دلوقتي قدامنا هذه الرسمة سواء كان القوانين او تعريف الدوق فهنا اقول له اه يبقى الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط تبقى على طول زاوية الايه تبقى على طول زاوية السقوط لو جي قال يا ولاد هنا في السؤال ده الشعاع المنعكس يبقى هقول له ايه هقول له زاوية الانعكاس تمام كده اجي اسئلة على الدوق وتعالوا نكمل كمان اسئلتنا على بقية هذه الوحدة زي ما شفنا مع بعض كده قد ايه الانعكاس وخمس ستة اسئلة غطولي جزء كبير جدا من التعريفات اللي موجودة من خلال الرسمة حط الرسمة في دماغك حط التعريفات اللي قلناها دلوقتي اصبح انت عندك الجزء بتاع الدوق واصل لللي طيب تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني بيقول لي مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي للكرة فاكرين المرآة المرايا الكرية اللي قلناها هي جزء من الكرة فهتبقى هنا مرآة محدبة قدم هاخد الجزء الخارجي من الكرة يعني ايه جزء الخارجي من الكرة يعني السطح اللامع عندك هيبقى ايه هيبقى منبر لو قلناها هي عاملة كده من هنا طيب بعد كده نيجي لقول مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة طبعا النوع التاني من المرآة وهي مرآة مقعرة مركز الكرة التي تكون المرآة جزء منها الله انت دلوقتي ايه دلوقتي انت معاك وراء وقلم وبترسم المرآة المحدبة معايا وبترسم المرآة المقعرة حط صفحتين كده قدامك وتشتغل معايا كل نقطة هقولها من هنا ابدأ تطبقها على الرسمة بتاعتك علشان تراجع معايا رسمة الرسمات بتاعة حالات الصبر المتكونة في المرآة دي النقطة الاساسية اللي انت بتحطها في الاول قبل ما تعمل اي حاجة اللي هي مركز تقور المرآة نصف قطر الكرة التي تكون المرآة جزء منها مش المرآة دي متخدة من الكرة طي يبقى ايزا هنا في نقطة بنقول عليها مركز هي مركز مركز التقور طي النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة اللي هي ايه اللي هي قطب المرآة احنا اتفقنا لان انا مبرسم المرآة ومنحط عليها النقاط الاساسية بتاعتها في نقطة بتتوسط السطح العاكس للمرآة وهو بنسميها قطب المرآة طي يجي عندي سؤال تاني خد بالك انا دلوقتي ايه سبت السرعة والوحدة الاولى واتنقلت المين للضوء والوحدة التانية ان شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاي هتبقى برضو مراجعة على كل الوحدات اللي موجودة في الكتاب بمصطلح علمي وعلل يعني جاي بلوك اسئلة هائلة بصراحة يعني يعني قعدنا كده ايه اخدت المنهج كده وقلبت كل حاجة فيه ونقيت لكم اسئلة عامة بشكل بيفتح لينا حتى وإحنا بيتحاور معاك ودلوقتي ان زي ما بقول جزء يجي على مركز التقاور ابدأ ناقشك أبدأ قولك طب هات مراية وإرسم معايا هات الألم ورصاص بتاعك واشتغل معايا يعني حتى الأسئلة كمان بتفتح لي الباب لمناقشات حلوة وان شاء الله كده يبقى معنا بقى المناقشات أونلاين ان شاء الله كده ونسمع عراءكم وكلامكم بإذن الله كده على الهواء بإذن الله الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها هو المحور المحور الأصلي يبقى فيه هنا الثلاث نقاط يا ولاد أساسية أربعة مركز تكور المرآة من خلال تعريف الأولين نصف قطر تكور المرآة هيبقى الخط الوصل من المركز لحد أي نقطة على السطح العكس يبقى دي نصف قطر تكور المرآة يلا ارسموا أنا شايفاكوا طيب بعد كده قطب المرآة لازم تيجي عند السطح العكس واتحدد النقطة دي طب لما وصل النقطة دي بمركز التكور يعني الخط بتاع هيبقى خط استواء المرآة ما بنقول كده صح يبقى الخط ده هقول إيه هقول إن هو المحور الأصل رجعنا جزء كويس على الوحدة الأولى وجزء كمان كويس أنا شايفاكوا فيها أسئلة يعني وضحت المعاني وتقريبا قالت كل حاجة موجودة عندنا بتمشي كأنها ستيبس كده وراء بعدها في الوحدة الأولى والوحدة التانية هكامل معاكوا أكيد إن شاء الله الحلقة الجاية بقية الأجزاء بتاعك اللي هي حتة كمان فتفتين كده على نعكاس الضوء وكمان على الوحدة اللي هي بتتكلم على الكون ونظرية تكون الكون اللي هو انفجار العظيم وكمان التقاصر وكنا تكلمنا عليه مش هكتفي زي ما قلت لكم بأسئلة المصطلح العلمي ولكن هنكمل كمان بعلل وده السؤال اللي ناس كتير جدا بتقلق منه علشان فيه كتابة احنا اتفقنا من بداية العلوم قلت انت هتفهم علشان تبدأ تعبر مش لازم تقول الكلمة بالنص ولكن انت بتشرح المفهوم اللي وصل لك طبعا واللي انت فهمته من خلال كده احنا تقريبا وصلنا لاخر حاجة في حلقتنا ونكمل مع بعض المراجعة بتاعتنا ان شاء الله الحلقة الجاية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة